لا أعلم ما أقوله في هذه اللحظة كانت مباراة صعبة كنا في حاجة إلى هذا الفوز اليوم لكي يكون لدينا ثقة أكثر في هذه البطولة ولكن مع التعادل لن أقول سيء ولكن إلى حد ما المباراة القادمة مؤثرة تقدمت مرتين ثم عاد المنتخب المصري نعم هذا أمر ربما محبط بعض الشيء لأنك عندما تحرز هدفين ثم تشعر بالألم عندما يعود الفريق مرة أخرى أنا لم أكن على أرض الملعب ولكن شعرت بذلك هل لديكم فرصة لتآهل؟ لا أستطيع ربما التوقع الآن ولكن يوم الاثنين لا سبيل لنا سوى الفوز وبالتالي من هنا نستطيع أن نتآهل ما هو انطباعك بعد خروج محمد صلاح؟ أعتقد كانوا جيدين وأنا ربما لا أتذكر اسم اللاعب الذي جاء مكان محمد صلاح كان لاعب متميز نعم هو سبب لنا مشكلات لأنه عندما خرج محمد صلاح أتخذنا أن الأمور أصبحت أكثر هدوءا ولكن مع دخول البديل كان جيد وقام بإزعاج الفريق وهو لاعب جيد جدا يجب أن يكون سعداء مصر والمنتخب المصري يجب أن يكون سعيد لهذه النتيجة لأننا جئنا كمنتخب غانا جئنا من غانا والجميع يعلم من هو منتخب غانا ومن ثم حصول المنتخب المصري على التعادل أعتقد نحن لم نأتي لكي نتعادل جئنا من أجل الفوز بهذه المباراة ولكن أحيانا لم نستطيع أن نسيطر على كل الأمور في النهاية لم يكن في أيدينا الأمر نحن لسنا سعداء بالنتيجة التعادل ولكن أنا متأكدا متخب المصري سعيد بتحقيق هذه النتيجة تقدمتم مرتين هل اعتقدتم أن المباراة قد قتلت لا نحن كفريق نفوس كفريق نتعادل كفريق ونخسر كفريق للأسف تعادلنا كفريق وعلينا أن نحصل على الأفضل ما يمكن في المباراة المباراة القادمة ستكون أقوى والجميع يرى أننا 100% ليست كافية نحتاج أن نعطي 120% في المباراة القادمة وبالتالي نستطيع أن نغير بعض الشيء لكن اليوم الجميع جاء وشارك ورأى أننا غانا أن منتخب غانا كان هو المتوقع من الأولاد في هذه المباراة وعلينا أن نظهر ما لدينا كدولة وكمنتخب ولأن هناك تشكك في قدراتنا ومنتخب غانا ولكن الآن نحن غانا ولا أحد يؤثر علينا ونحن نمثل بلدنا وماذا عن خروج محمد صلاح؟ هل أعطاك شعور بالراحة؟ لا لم يعطينا الشعور بالراحة أنا آسف وآسف جدا لصديقي وآخي محمد صلاح على إصابتي لأن الإصابة في آخر نقطة في آخر شيء يمكن أن نتوقعها أو نكون سعداء هذا ليس شعور جيد أن نفرح لإصابة صلاح ولكن أكملنا المباراة وأظهرنا قدراتنا وبصرف النظر عن وجود صلاح أو خروج